بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء ما زلنا ماشيين وإحنا بندرس التدين المصري تدين المصري إحنا قعدنا نتكلم على جمال وحلاوة وإبداع التدين المصري وطيبته ورحمته كل السمات اللي موجودة في التدين المصري اللي بتخلي التدين المصري يجعل الدين حياة جميلة مليئة بالأنوار في حياة المصريين بس احنا ما كناش ممكن وإحنا بندرس التدايون المصري ممكن نغمض عينينا عن بعض الحاجات اللي حصلت في حياتنا ولابد ان احنا نلمح التغير غير الإيجابي اللي حصل فينا في قيم كده في المجتمعات بتبقى وكأنها قيم أساسية ممكن تقيس المجتمع ده مجتمع إنساني ومجتمع كفاءة ومجتمع منور ومجتمع جميل ولا لأ بمقدار وجود القيم دي بنسبة عالية من القيم دي احترام الناس لبعضهم يعني ان الناس تكون بتحترم بعضها هل أنا راحست ان احترام الناس لبعضهم في بيئتنا وفي مجتمعنا تراجع الجواب نعم طيب إذا كان الجواب نعم فده معناه ايه معناه إن فيه تأثر حدث في المجتمع بسببه عوامل كتيرة بس حصل إن الاحترام ما بين الناس قال ليه الاحترام ما بين الناس قال محتاجين نشوف أراء أهلنا وناسنا وده اللي هنشوفه في التقرير اللي جاي والله موضوع إلة الاحترام ده يرجع للتربية الأسرية وللبيئة لأن الإنسان يؤثر ويتأثر بالبيئة اللي حواليه الرسول على السلام قال الابتسامة دي صدقة وكلمة طيبة صدقة لازم نعلمها لولدنا في كل لو علمنا لولدنا الحاجات الحلوة دي وعن إذنك وبعد إذنك ومن فضلك كل ده يبقى فيه احترام ومجتمعنا يعني يمتاز بالاحترام مصر كبيرة جدا وشعبنا طيب وولدنا طيبين ممكن سوء تربية من الأهل ما فيش رقابة برضو من الأهل للأب والأم الأب ممكن مثلا ملهي في الشغل الأم كذلك فبنلاقي الناحية دي وليلا شوانا حد فيه رقابة وكلام ده الإعلام والمسلسلات والمسرحيات وكل ما يتعلق بالفن طبعا الفن ده منظومة أو جزء من منظومة المجتمع وإذا فسد الفن يعني المجتمع كله فسد الشايفين اللي هم كده بتاعتهم اللي هم يقفوا عن مواصي ويلبسوا وبنات وهنا وهنا وغير كمان التأثير في كده الأفلام والمسلسلات اللي هم بيشوفوها وبقى بتتعرض على الشاشة بيبقى حابب انه يطلع ويعمل كده ويبقى عايز تعمل منه بطر الجيل اللي طالع ده مش عارف هو دماؤه كده ليه يعني مش زي زمان احنا كنا زمان نشوف الأب نحترمه ونقفله ونتبقى عايزين نبوس على ايده كل شوية وخبلك أنت لكن دلوقتي الشاب اللي طالع ده دلوقتي بصراحة مش زي كده خالص يعني والأسباب دك أكيد لها يعني حاجات كتير قوي المفروض ان الشاب يسبع كلام بابا ويسبع كلام مامته وتبقى سوي وكويس وياخد من أخلاقات أبوه وهم والدته بحط السعب الأولين بسبب سوشيال ميديا إعلام سوشيال ميديا بس يعني بجانب باعي عني باعش فيه ثقافة والله أكيد ده راجع سوء تربية من الأول من الأساس وراجع مثلا السوشيال ميديا برضو أثرت على الكلام ده وسائل الإعلام الفسدة مثلا أثرت طبعا على الكلام ده تقرير في غاية الأهمية بيرصد إيه أسباب تراجع الاحترام للناس من وجهة نظر أهلنا في الطريق والشارع اللي هو أكتر حاجة بتتعرض ليلة الاحترام إحنا عندنا الاحترام بس ما بيكونش ما بين الناس وبعضهم الاحترام ممكن يكون على فكرة للمدرسة احترام للمسجد احترام للبيت احترام للشارع الاحترام قيمة أوسع بكتير من احترام الناس لبعضها التقرير قال إن الناس قالت إن التربية عامل أساسي وسبب أساسي فييلة الاحترام الناس ما بقوش يربوا زي زمان التعليم وكمان الناس قالت الإعلام والسوشيال ميديا وقالوا كمان القدوة ما بقاش في قدوة وكمان الناس مع عدم موجود القدوة كل واحد فيهم عايز بمساوئ الأخلاق وعدم الاحترام يبقى بطل وكمان قالوا إن فيه اختلاف في الأجيال الأسباب دي كلها بتقول لنا احترام الناس الناس موجوعين منه عارفين ليه؟ لأن احترام الناس لبعضهم لابنى من أهم لابنات الحياة لما بنفقدها الوجع بيزيد والناس ألمها بتزيد وبيحس الإنسان إن هو وكأنه إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي هزة اللي حصل؟ ده أنا مش قادر أتحرك مش قادر أعيش فاحترام الآخر من أهم لابنات اللي بتحسسنا إن المجتمع له حرمة في حاجة اسمها حرمة المجتمع قدسية المجتمع وعشان كده الناس لابد إن هي تحترم بعضها لإني ده اللي بيعمل رحم ما بين الناس وعلى فكرة الرحم ده ما بين الناس إن الناس كلها تحس إن هي جاية من نفس الرحم اللي هو المجتمع ده ملوش دعوة بمكانة الناس ولا بفئتهم ولا بطبقاتهم ولا بمساكنهم الاحترام احترام عام أنا فاكر إن لغاية دلوقتي كان الناس أي حد بيساعدنا أي حد بيكون في مرتبة معاون الخدمة فاسمه عم فلان حتى أنا وكبير بقوله يا عم فلان ليه؟ لإن احترام الناس ده قيمة مطلقة فاحنا بنحترم الناس دول علشان هنا كل الناس بنحترمهم بحترم ابني بحترم زوجتي بحترم أولادي بحترم كل الناس اللي معانا بحترم الحارس بتاع البيت بحترم كل الناس عشان كلنا خلق الله مفيش حد ليه ميزة على التاني لا فضل لأعربيين على أعجمي إلا بالتقوى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الاحترام واجب على الكل وزي ما نقول كده إن احترام الآخر هو فرض عيني على الجميع كله لازم يحترم كله وجزء من احترام الناس إننا نحترم احتياجاتهم بإننا نفهمها والرعيها وإننا نسعى بكل جهد إن احنا ما نحملش ناس فوق ما يطيقه إحنا دلوقتي وأنا بكلمكم والأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها دي لازم يظهر فيها احترام الناس ما نعرضش حد اللي مهانة اللي نقدر نساعده لازم نساعده لإن احنا لما نساعد الناس ده جزء من معنى الاحترام فالحال الاقتصادية تجيب علينا إن احنا نحترم أوجاع الناس واحتياجاتهم ولازم نحترم كمان أموال الناس كفايانا مستريحين كفايانا مستريحين المستريح ده نشأ على إن فيه حد رباه على إنه ما يحترمش الناس ما يحترمش تعبهم وشآهم اللي جابوا الفلوس دي بالكد والتعب والعرق والمعاناة إزاي منعوا من قوتهم ويجي لواحد ده أنا مش عارف الشخص اللي اتاخدت فلوسه ده هيتحمل ده إزاي بس على فكرة ده ما يعنيش إن أنا بقول إنه هو مش غلطان إنه هو ما خدش كل إجراءاته الاحترازية لكن أنا بقول في نفس الوقت الشخص ده فيه واحد ما احترمش تعب ومعاناته كمان لازم نحترم أمن الناس وبلاش بقى التهاون وعدم احترام أعراض الناس كفايانا سخرية على بعض أنا معرفش إيه حكاية إنه إحنا نقلش على بعض ده هو واحد يبقى هو القلش ده مش ممكن يتصنف على إنه تنمر ما كفايا نتنمر على بعض كده ونقذ بعض ويفضل واحد موجوع في قلبه لإنه حد يضحك عليه لازم الناس تحترم نوضوط فعل بعض ومحدش يتلاعب بمخاوف الناس ويبقى خده والناس كلها تتحك خلي بالك إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة صدقة احترام لي قلبه محترم فتبسم في وجهه عشان تحسسه إنه محترم وعشان كده بقولك حاجة مهمة أول في فرق كبير بين إنك أنت تضحك في وجه أخيك وإنك تضحك على أخيك لما تضحك في وجه أخيك أنت بتحترمه لكن لما تضحك على أخيك أنت بتهينه ما فيش حد بيحترم حد ويخليه لعبة وأضحوك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم يحترم الناس ويقدرهم بعيد عن منظومة أخلاق الإسلام في بيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كأن مسألة احترام الكبير ورحمة الصغير هي عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ننهى عن المنكر اللي هو ابتزال الناس وإهانتهم ونأمر بالمعروف اللي هو احترام الناس احترام إن الصغير محتاج لرحمة واحترام إن الكبير محتاج لتوخير فالإسلام أمرنا إن احنا نحسن للناس في كل الأحوال ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هناك أمرا مطلقا وكولوا للناس حسنا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكرام الناس وأن ننزل الناس منازلهم فيأتي الحديث في مقدمة صحيح مسلم عن السيدة عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم يبقى إيه اللي حاصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه يبقى ونشوف فقا حضرة النبي هو بيقدمنا الاحترام في أجل صوره حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وهو أمي بأبي وهو أمي وما فيش حد كان بيحترم الآخرين زي حضرة النبي شوف توقيره في أهل السير بيقولوا إيه بيقولنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة داخل رسول الله عليه وسلم مكة وإيه اللي حاصل ودخل المسجد فسيدنا أبو بكر فرح إن حضرة النبي جاه ودخل مكة وحصل الفتح المبين فأتى بأبي وكان أبوه رجل كبير فأتى بأبي يقوده لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على حضرة النبي وحضرة النبي إيه تهلل وقف له كده بيقوله فقاله سيدنا أبو بكر هل لا تركت الشيخة في بيته حتى أكون أنا الذي أتيه يعني بيقوله أنت جبت والدك ليه كنت أنا اللي روح له حضرة النبي تشوف الجمال فقاله سيدنا أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك وأن لا أن تمشي إليه أنت فحضرة النبي راح أعمل إيه شوف الأدب شوف الاحترام أجلسه بين يديه لسه ما أسلمش لغاية دلوقتي أجلسه بين يديه ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره ثم قال أسلم فأسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن احنا نحترم الكل ونخلي التوقير توقير مطلق والاحترام احترام مطلق للكل خلي بالكم الاحترام ده هو اللي بيحسس إن إنسان إن المكان ده مكانه عارف إن الناس كتيرة إلا حاصل بتحسس إن مكانها لأن هي مش محترمة فيه ولذلك بيبقى من إجلال الله سبحانه وتعالى إن احنا نحترم الناس إن من إجلال الله شوف من إجلال الله أي تبجيل وتعظيم إكرام ذي الشيبة المسلم إن أنت تكرم الناس وذلك الإسلام ما سبناش نتخبط علمنا إزاي نحترم الناس وإزاي يتحقق الاحترام في المجتمع والتقدير ففي حديث سيدنا أبو هريرة بيقول حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه اللي حصل يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير كانه عايز يعمل إيه تعالوا نرجع للحديث دا تاني يقولك يسلم الصغير على الكبير وكانه بيقوله إيه مش التسليم دا عقد عقد أمان أيها الكبير أدخلني في أمانك فيسلم الصغير على الكبير عشان يدخل في أمان الكبير يبقى خلاص هو في رعايته والمار على القاعد الشخص اللي هو مار اللي هو ممكن يتعرض للايه لمشكلات يسلم على القاعد عشان إيه عشان القاعد دا مطمئن فيأمنه فيمشي كده في أمانه ويسلم القليل على الكثير وانت طبعا واضح جدا إن القليل يدخل في الكثير فيحس فيحس بالدفء احترام الآخر بيحسسنا بالدفء بيحسسنا ان احنا كرمتنا مصانة عارف ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا عارف معناها ايه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لازم تعمل كده وزاك حضرت النبي يقول لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبوا لنفسي أما هو العياز بالله اللي احنا بنعيشه بقى في بعض الأحيين تشوف بقى بذيء الكلام ونوع من أنواع التطاول والتعدي ما لهاش دعوة بأخلاق الإسلام في شيء لان حضرت النبي علمنا وقشر إلى كده ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء نعمل ايه بقى في اللي احنا فيه ده لازم احنا نخرج من هزي الحالة اللي في الحقيقة بتنقص من احترامنا كله يعني مثلا على سبيل المثال ما عليش نفكر أنا مش قصدي أي شيء غير إن احنا نتكلم مع بعض يعني هل من المناسب تعالوا نرجع تاني ونرجع لأهل الدراسات الاجتماعية هل من المناسب إن الإبن يكلم أبوه وينديله باسمه بترك فيها سخرية والأب يعتبر إن ده نوع من أنواع القرب بينهم هل ده تقارب هل عدم بيان التقدير والمكانة في القلب والديمومة على إن أنا بحسسك إن أنت ما فيش مكانة لك هل دوت يؤدي إلى التقارب على فكرة أقول لكم حاجة أنا بقول لكم بالدراسات الاجتماعية اللي أنا بعملها أنا آسف الظاهرة دي جات من حاجة تانية خالص إن الأب مش عايز يحسس ابنه بالسلطة الوالدية لأ في مليون طريقة تحسس بيها ابنك إن ما فيش سلطة والدية تحسسه إن انت فهمه تحسسه إن انت قريب منه مش هتكون التخلص من السلطة الوالدية إن ابنك ينسى إن انت أبوه وين وإن البنت تنسى إن دي أمها ده مش تقارب ده إيه ده إهدار لقيمة الاحترام لازم إن بنتي ويبتكلم تحس إن دي أمها وإلا هتبره إزاي تحس إن ده أبوه ده لازم يحس إن هو أبوه أمها اللي هيبره إزاي قاله والله بس إحنا لاحظنا إن الابن والأب كده بقى أم صحاب فإيه اللي بيحصل فالأب بيتجرر لابنه فيعيش معاه الحالة اللي هو فيها حتى لو كانت الحالة مش مناسبة مش إنه بيجذبوا بعد ما يبقوا صحاب إلا إن هم يتقدموا للأمام وقيمهم تبقى أحسن محتاجين لنراجع شوية فيه مظاهر من خفة الاحترام حصلت في حياتنا ما ينفعش إن إحنا نبطل إن إحنا ننادي الناس بألقابهم ولا بمكانتهم أنا بقول كده ليه بقول كده لإن أنا شايف الأثر السلب في ده بقى الأولاد متشككين ما بقاش فيه مرجعية ما بقاش فيه قدوة ما بقاش عندنا إحساس بإن أولادنا ممكن يعلمونا لإن إحنا كمان ما بنحترمش أولادنا زي ما أولادنا لازم يحترمونا إحنا كمان لازم نحترمهم نحترمهم بإن إحنا نعمل إيه إن إحنا نفهمهم نقرأ عنهم نسمعهم بس ليس معنا سمعهم إن هم ما يهدروا مكانتنا كمان إحنا لازم نتوازن الإحترام أول طريق هو أول إجراء في الإحترام التوازن يعني إيه التوازن؟ الأب أب والابن ابن بدون سلطة من الأب على الأب ولكن لابد أن يظل الأب في مكانته لكي نحس بأن المجتمع فيه أمان إذا أهدرنا مكانة الكبير مين اللي هيحسس الناس إن فيه مصدر للأمان لكن الكبير ما يتطولش على التعليم لازم الكبير كمان يتعلم يبقى أول إجراء لازم نتعلمه لابد إن إحنا نبطل أن نقلل من شأن الكبير ولابد أن نحترم الكبير ولابد أن نستمع للصغير اعملوا مجالس استماع في بيوتكم لأولادكم وحنوا عليهم وهو يناديك ببابا مش لازم يناديك بإسمك أنا ما بقولش إن المناداته بإسمك ده ده معصية بس أنا شايف إن ده على المدى البعيد بيقدي إلى إيه بيقدي إلى إن الإبن ينسى ويفقد إن أنت ممكن تقوم بأدوار كتيرة تجاهه وعشان كده هو بيروح وينسى خالص إن أنت داعم لي ومساند لي أنت أب يعني أنت مساند لإبنك مش صاحب سلطة عليه هو عبد لله زي ما أنت عبد لله بس لازم يحس بوجودك في حياته أقول لكم حاجة لما ابتدى الأولاد ينادي لأولادكم أنا دي كلها أشياء وبدعوا إخوانا في أبحاث الاجتماعية ده بحثي أنا أنا بصنف المفتي وبصنف المتشرع على إنه بحث اجتماعي دراساتي بتقول لي إن لما بطل الأولاد يتعاملوا مع أبائهم على إنهم أباء إيه اللي حصل؟ بدأ الأبناء يبحاثوا عن حاجة عن الأمان والاحتواء خارج الأسرة فبدأ تظهر ظاهرة الاحتواء البديل يدوروا على احتواء برى الأسرة لكن لما كان الأباء بنوقفهم قدام مسئوليتهم ونحسسهم إن هم أباء إيه اللي حصل؟ ما جايز الأباء اللي هم مش عايزين يقوموا بدورهم مبسوطين أو بإن أنتوا بإن الأولاد ما بقوش يقول لهم يا بابا ليه؟ مبسوط ليه؟ مبسوط لإن خلاص واحد بيشيل السؤال بيشيل مسئولية من على كتفه لا وقفوا الأباء قدام مسئوليتهم وقفوا الأمهات قدام مسئوليتهم وما تفرطوش في ده آه هنعملوا لإن ده احترام وهنعملوا كمان لإن ده التوقيف للناس وجعل الناس في مسئوليتهم الأمر الثاني والمهم لو سمحته خلونا نتكاتف الآن ونحترم الناس نحترم بعض تعالوا نكتر من مساعدة الناس ونكتر من خدمة الناس الناس دلوقتي ممكن تتعرض لنوع تاني من عدم الاحترام اللي هو زل المسألة أرجوكم تعالوا نتحالف عشان نمنع الناس من زل المسألة ونتتحالف كمان عشان نمنع الناس من أنهم يهينوا نفسهم أو يتعرضوا للمهان اغنوهم عن السؤال وسعدوهم قدم خدمة مهما كانت صغيرة في ناس كتير خدمتك الصغيرة دي ممكن تفرج عن قلوبهم وتخليهم يرجعوا للعمل بعمة ونشاط وخلونا نقول حاجة مهمة جدا جدا أن من احترامنا لبعضنا أن احنا نفتح قلوبنا لبعض وكل واحد فينا يسمع التاني الأب يسمع ولاده والولاد يسمعه أباهم لازم يبقى عندنا جلسات حوار ونتحاور مع بعض إذا كانت الدولة بتتكلم على حوار مجتمعي أنا بتتكلم الآن عن حوار أسري لازم الأسرة تتكلم مع بعض عشان يقدروا يحترموا بعض لأنهم لما يتكلموا مع بعض ممكن يخرج أجمل ما فيهم وساعتها كل واحد فيهم يحس بيقيمة كل واحد في حياته يتكلموا مع بعض وتحاوروا لأن الحوار من أكتر الأبواب اللي ممكن نشوف منها أجمل ما فينا يا رب الهمنا الصواب وخلينا قدرين نتجاوز هوى النفس والأنا والإيجو ونعود إلى الاحترام اللي بيخلي الإنسان فعلا يستطيع أن يكون في حضرة الرحمن ومع خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم ونتواصل معاكم عشان نتلقى تعليقاتكم وكمان مقترحتكم عشان دايما نكون قريبين من بعض ودايما نكون في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وتفضل مجالسنا هي مجالس علم بنجتمع فيها على حب الله وحب رسول الله وأول سؤال النهاردة من السيدة مونة من الجيزة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عايزة حياتك سؤالين أول سؤال أنا كنت بطلع الزكاة بتاعتي على زكاة المال لكن حصالي ظروف بدأت بطلع اللي هو العشرة في المية اللي هي على بك طيب يدي شهادات استثمار وداء يعني شهادات وبعيش من الأرباح بتاعتها ظروف يعني مش دلوقتي بطلع عشرة في المية أنا كان بيبقى عندي دهب كنت بجيبه في الأرض الزينة ولكن كنت كل سنة بطلع يعني الزكاة بتاعتي فأنا دلوقتي في الظروف لنا فيها هل برضو الدهب عندي ده برضو مفوضة أطلع عليه طب ده السؤال الأولى للسؤال الثاني السؤال الثاني دلوقتي برضو عايزة حراك كان عندي يعني عندي بنت وولد البنت لما جات تتجاوز أما تخطبت كنت بخلي أخوها يخرج معاها وكده والولد لما خطب لقيت أهل العروسة سيبينها بتخرج معاها وتعطل النغارة عادي أنا مش عارفة هو الصح كان إيه وهل أنا ظلامت بنتي بأن أنا كنت بعمل معا كده أيا خطوبة فركشت ولا إيه لا لا ما فركشتش ولا حاجة بس أنا مستغربة أنا مش عارفة هل هو الطبيعي كده أن الأهل يسيبوا البنت مع خطبها مجرد دبلة أكلم يعني ده طبيعي هو أنت راضي على خطبة البنت ولا لا أنا راضي بس أنا من كده يعني أنا من ده لا أنا مش معترضة بس أنا عملت مع بنتي مش كده مع ماشي بنتي كده أنا مش عارفة هو صح كان إيه كان أعمل مع بنتي كده أجاوب على حضرتك يا أستاذ أجابة لحد ذلك يا أستاذ المونة أول حالة أن الزكاء ده التطبيق الصحيح يعني اللي أنت عملتيه ده التطبيق الصحيح لمسألة فتوى العشرة في المية من الريع إن الإنسان مدام عنده شيء تاني يصرف منه غير الريع ده وقت يطلع يطلع 2.5% على المبلغ كله كل سنة لكن لو كان هو بيصرف من الريع ده وما عندهش مصدر غير الريع ده وتيصرف منه يبقى يطلع عشرة في المية منه الريع كل ما يجيله يعني لو كانوا كل شهر هنطلع عشرة في المية منه لو كانوا كل 3 شهر كل 6 شهر هيطلع أول ما يجيله الريع يطلع منه عشرة في المية أما الدهب بتاع حضرتك الدهب بتاع حضرتك الفتوى اللي مستقرة في الديار المصرية إن الدهب الحلي ليس عليه زكاة يبقى الحلي ليس عليه إيه زكاة فحلي حضرتك معلوش زكاة كونك طلعت زكاة قبل كده إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك لكن أنت بتقول لي أطلع الزكاة أنا مش قادر أطلع الزكاة دلوقتي لا معلكيش زكاة يبقى أنت معلكيش زكاة والأمر إن شاء الله على الساعة بالنسبة بقى لبنتك حضرتك بتسأليني هل إن الأهل يسيبوا الشخص المخطوبة تخرب مع خطيبة إحنا عندنا كل الأحكام التي تتعلق بالخطبة بتتعلق بالمعروف إيه المعروف يعني إيه المعروف المعروف يعني عدم تجاوز عدم تجاوز مسألة ماذا؟ مسألة الأعراف وعدم تجاوز المسائل التي تتعلق بالعلاقة ما بين الاتنين اللي لسه ما تجاوزوش لأن الخطيب دوت هو في الحقيقة لسه ما بقاش حتى يزوج ما لفيش أي أحكام من أحكام الزوجية ليه علاقة به اللي أنت عملتين مع بنتك مش غلط لكن في نفس الوقت اللي هو بيحصل ما بين أهل خطيبة ابنك ومن بين ابنك إذا كانوا بيعملوا الكلام دوت في أماكن عامة وإيه الكلام دوت مفيش أي نوع من أنواع التجاوز مفيش أي نوع من أنواع إن يبتدوا ياخدوا بعض أحكام الجواز في الخطوبة كل دوت عايبقى ما يخليش ابنك يقع في المعصية يبقى عندنا إيه؟ المعروف آه صحي أنت بتشيري إلى مبالغة المبالغة دي إحنا ما بنحبهاش ما بنحبش المبالغة ليه؟ لأن في أحوال كتيرة لازم في الخطوبة نكون في التزان وفي عقل ليه؟ لأن الخطوبة لسه فترة تعارف ممكن بعد كده يقدر الله سبحانه وتعالى وتكون الأمور على خلاف مرادنا فما يحصلش واجع كتير وعشان كده بنقول إيه؟ زي ما بيقولوا كده أحبب حبيبك هون النا واحدة واحدة اوغل بالرفق فعشان كده بنقول إيه؟ بلاش القصة تبقى كده عشان بعد كده ما يكونش فيه أثار سلبية من ده اللي انت عملتيه مع بنتك كان صحيح واللي بيحصل ده لو كان بالمعروف برضو هيبقى صحيح نعم معانا الأستاذ حسان من الشرقية السلام عليكم عليكم سعاكاته إزاي حضرك دكتور؟ نعم وفضل الحمد لله ربنا بارك في حضرتك من فضلك عايز إجابة بأه أو لأ بس هل عدم هل عدم خدمة بنتي لحماتها زنب قدام واسم هل بنتي أخطأت قدام ربنا بس أه أو لأ؟ بس أقول لك حاجة أه أو لأ لأ ما أخطأتش بس ده في اسمع اسمع حاجة حسان إيه وقت تعمل معي كده؟ اسمع بس يا حاجة حسان بنتك بنتك واجب عليها تخدم حماتها واجب عليها؟ لأ ولكن هل من حسن العشرة أن الستة تعرف أن أقرب طريق لقلب جوزها؟ إيه؟ أهله مش معدته ده أقرب طريق لقلب جوزك معدته؟ لا ده أقرب طريق لتصلب شرايين جوزك لكن أقرب طريق لقلب جوزك أهله فإحسانها لأمه مش هيرجع حلوته غير في قلبه هو لكن مسألة بقى أن الناس يكون جزء من حياتهم إحنا برضو عندنا أهلنا في بعض المناطق بتبقى المسألة صعبة قوي إيه الستة؟ الستة أحدة هي الكبيرة لأم الكبيرة كده وأولادها يتجوزوا وتجيب إيه؟ زوجات أولادها عشان يخدموها توزع بقى عمل البيت عليهم طيب والبنت دي عيني عندها ابن لازم تذكره بعد ما تخلص خدمة أم لا مش كده لا كده صح ولا كده صح إيه اللي حاصل؟ اشتري ودي جوزك بماذا؟ بأن أنت توصلي المحبة لأهل لحماتك كل ما تخلي أهل جوزك يحبوك كل محب جوزك هيزداد في قلبه كل محبك هيزداد في قلب جوزك إيه ما أنت سألتني هلواجب عليها؟ فلأ لكن إيه اللي يحصل؟ مش من الحكمة أني محدش يدير العلاقة بتاعته بما يعود بالنفع عليه نعم أستاذ عبير سلام عليكم يا سيدنا عليكم صعاتكاته سيدنا أنا ابني الكبير الحمد لله كان بيصلي وكان ملتزم بالصلاة ومع كترة الشغل ومع زحم الوقت بتاعه فبقى يترك الصلاة وعلى مدى ثلاث سنين دلوقتي بقى الموضوع بيزداد أكتر أنا بادعي طول الوقت ووثقى من ربنا إن شاء الله الرحمن أنه هو هيستجيب لدعائي ده فيه نعم بس هل أنا علي حاجة دلوقتي أننا أعملها تجاهه علشان خاطر تنبيهه للصلاة ولا خلاص أنا ما ليش دعوة أنا أظن أننا محتاجين نعمل ثلاث حاجات فيما يخص حضرتك أول حاجة أننا في الحقيقة لازم نقرب منه شوية لأنه واضح أنه مسألة الانشغال في العمل دي بقت مسألة فيها جزء كمان بيهرب فيه من بعض الحاجات فلازم إحنا نقرب منه عشان هو في الحقيقة يحس إن الناس حواليه الأمر فلازم نقرب منه أنا بقول كده ليه؟ إن أنا ما شفتش حد بيتحول فأول ما بيتحول بيسيب الصلاة غير لما بيحس إنه عايز عنده حالة من النهم إنه يكتر الشغل يكتر الفلوس يكتر حاجة تملى الخوائل اللي عنده فإحنا لازم نقرب منه دي أول حاجة الحاجة الثانية إنه إحنا محتاجينها إنه إحنا نذكره ما نملش من تذكيره بس نذكره بطريقة لطيفة إيه اللي حاصل؟ حبيبي أنت حبيبي تيجي نصليل العاصر مع بعض حبيبي أنت عامل منبه للصلاة ولا لأ ونفضل كده وكمان الأم ممكن تعمل حاجة لطيفة قوي تقوله أنت فاكر أن أنت هتكبر علي أنا بستمتع إن أنا أمارس بقية حياتي معاك وأفضل في حياتي الإنسان اللي بيذكرك بعلاقتك بربنا مش أنت طلعت من رحمي بأمر الله أنا مستمرة إنه يبقى العلاقة بيني وبينك علاقة مرتبطة بالله وعشان كده مش أسيبك وقيله وأنا دايماً بتذكرك بالله آخر حاجة ندعيله في كل سجود من سجود صلاتي إن ربنا يشرح صدره وإن ربنا يذهب عنه كل هم ويخليه مرتاح البال عشان يقدر يقبل على المولى المتعال بمحبة وبشوق إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ده فاصل ونرجع نكمل أسئلتكم المباركة معانا الأستاذ أسماء من الجيزة أيها السلام عليك اتفضلي أستاذ أسماء بقول لحضرتك يا شخنا أنا دلوقتي متجوزة من 25 سنة نعم أخدت جوزي بحك على أبويا أنا معايا ومقسوط وبتاع وأنا بنت الوحيدة بحك علينا وفي أول ليلة جوازني كان بياخد شكتي مني ويقول لي ده أنا واخدها سلف من واحد صاحب دهب علشان خطر يعني أقول لأبوكي واخدك وعيشت حياتي كلها معايا بلوع وبكذب وبنصب يعني تعبت تعبت طلبت من أبويا كثير أن أنا أطلق وأنفصل أنا مش مستقرة أنا أبويا رفض وعيشت مع الراجل دوت 25 سنة وجدت منه 3 ولاد وبعد 25 سنة يا شخنا هو سافر تقريبا 15 سنة من عمر الولادي ما كانوا لسه أطفال وصابني أربي وقبر وكل شهر يقول لي معيش ده أنا بسلف وبعمل لكم ده أنا وعيشنا بالمن كنت بخاف آكل للاقي الشهر الجاي معيش فلوس وبعد 25 سنة فجأت من الراجل دوت نازل بمراته ومتجوز وتافف علي وامطلقني وحياته زي الفل ومعاه ألاف مؤلفة بيصرف فيها وعيالي لو ما كانوش يقدمه فروض الولاء والطاعة وكل ما اللي بنكله نتحاسب عليه بالورقة والقلم ويتصور بنكل ايه وبنشرب ايه وبنصرف ايه ما يبعثش ويزل فينا لحد اللحظة دي بالوقتي أنا من حقيقي أن أنا أرتبط وأتجوز لو اتجوزت عيالي مش هتصرف عليهم ليه؟ يعني هو كذا عيالك 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 كبار وانا بطفع مقابل أكل استني بس يا أستاذ أسماء انت عيالك كبار مالوش مالوش دعوة لا كبار صغير مقلوم في دمع مش عالك واحد عنده 24 سنة مثلا أو 23 سنة والتانيين يعني المفروض أقل واحد فيهم دلوقتي ممكن يكون في العتدية أو السنوية بالضبط بالضبط طيب المشكلة دلوقتي يا شيخنا الراجل ده ربنا بيديله يعني عمل معايا زوجة صغيرة بنت بنوت صحتها كويسة ما تعبتش ما مردتش ما شافتش الشقة ما شافتش أنها توقفوا على حلها الراجل ده ربنا عمال يديله قوي طيب فليني السؤال عايزة أشفي ناري بتعي ربنا ليل ونهار عايزة أشفي ناري أشوفي يوم ليه بس كده مش عارفة قلبي محروق محروق على خدمتي كل ما مشي واشيل طلبات واخدم في العيال واعمل وأنا بطولي 15 سنة عشاهم لوحده وهو عايش فهنا قلبي محروق نبقي أكد حقي بس مش عارفة أستاذ أسماء أنت إسمائتي حديث رسول الله صلى من بات أكلم من عمل يدي بات مغفورا لا أستاذ أسماء أنت إسمائتي الحديث ده في الحقي في الحقي وكمان الولاد يعني لما ينزل ويبقى أمراضه وولاده حدي فأنا فين أستاذ أسماء مش أنت مكلماني عشان النار اللي أنت فيها دي تعني تكلمها بعض شوي فأول حاجة بس أنت يا ست يا 15 سنة وانت بتباتي كلا من عمل يديك فكل عندي 15 سنة مغفرة قولي لي فلوسه تساوي إيه في مغفرة الله سبحانه وتعالى قولي لي سوء أخلاقه وعلى فكرة هو ظالم آه على فكرة هو لو كان بيبخل عليكم فهو اللي عايز بالله مرتكب لكبيرة لأن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعون أنت فاكرة أن وجعك ده مش عظيم عند الله لا 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 وجعك ده عظيم عند الله بس قدامك حاجتين أن أنت تستمر في حياتك وتحسي أن ده ما هدلكيش حياتك وما أفسدش حياتك لأن حياتك بييد مولاكي قدامك ده أن أنت تعرف أن حياتك محفوظة فالله خير ونحافظة وهو أرحم الراحمين قدامك أن أنت تشوفه أن ربنا حافظ حياتك وقدامك تشوفه أن جوزك ده ضمر حياتك أو طريقك ده ضمر حياتك قدامك تشوفي ان ربنا معاك وان ربنا مش هيضيعك قدامك ان انت تشوفي ان الراجل ده هو اللي كان ملك حياتك وملك حياتك وضيعلك حياتك قدامك ان انت تشوفي ان انت عايشة 25 خدمة عندي سيدك سبحانه وتعالى و 25 سنة بيتغفرلك زنوبك فقدامك ان انت تعيشي كده قدامك تعيشي ان انت بالانتقام قدامك تعيشي ان عندك جبال من الرحمة ومن اللطفة هتلاقيها عند ربنا تختاري ايه لازم الانسان يكون خصيم نفسه بل الانسان وعلى نفسه بصير فانت طيب قلبك ان ربنا سبحانه وتعالى خلاك امرأة صادقة صادقة في تربيتها لأولادها صادقة في اخلاصها لزوجها حتى وان هو ما كانتش مخلص لها بنفس الدرجة خليك انت على الحال ده الامر التاني عايز تاخده حقك لو ليك حق وتقدر تاخده بالقانون خديه لو ليك اموال عنده خديها بالقانون بس ابدا 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 اياكي تحس ان هو ضيع حياتك لان حياتك مش بييده اذا حياتك مش بايه مش بييده ولازم نفهم ده بشكل واضح يا ستي انت في لطف الله وفي رعاية الله وهو ما اخطفش منك حياتك حياتك ما زالت في يدي الله وهي ربنا يفتح عليك وهي رزقك وانت متحمسة ان انت كمان تبتدي حياتك مع حد تاني ايوه تخليه يببوز حياتك اللي جاية فاتكفئيه على ظلمه ليك انت لو عايزة فعلا انت طيب خطرك اعرف ان هو ما خدش حياتك وما ضيعش حياتك واستمري مع الله سبحانه وتعالى واستمري مع كرم الله يا سادة حان النهاردة اتكلمنا عن حاجة عن معنى من المعاني اللي بتخلي المجتمع كله متماسك معنى اذا خف احنا في الحقيقة بنتوجع واذا زاد احنا بنرتاح المعنى ده هو المعنى اللي هو تاج على رؤوس المجتمع كله ان يبقى المجتمع كله ملوك يبقى المجتمع كلهم ناس رائعين المجتمع كله يبقى ناس ليهم مكانتهم ومنزلته احنا اتكلمنا عن احترام كل واحد فينا لاخوه لابنه لبنته لعمه لخاله كل الناس المصريين كانوا بيعملوا كده عم فلان خالي فلان الكلام ده لما كان بيننا احنا كنا سعدة وكنا بنرتاح البال ونام واحنا مرتاحين ومش خايفين من بعض عايزين نفضل في امان وفي راحة وفي سلام لابد ان احنا نرجع نحترم بعض والاحترام ده شيء بسيط كلمة حلوة وخدمة تخفف احفظوا ده الاحترام حاجتين كلمة حلوة وخدمة وبكده نكون فتحنا باب النعمة علينا يا رب خلينا على الدوام عارفين اللي الاحترام دي نعمة من عندك بتخلينا نبقى في حضرة الملك العلام في حضرتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين الهمنا الصواب دائما عشان نحترم بعض ويكون احترامنا من تبجيلك وتعظيمك والدخول على حضرتك بالمحبة والرحمة والجمال يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اجعلنا على الدوام في رحمة باحترامنا وبتقديرنا لأحبتنا وأهلنا اكرمنا يا رب بالاحترام واجعلنا دائما مع سيد الأنام سيد والد عبنان صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين